اتفق هنا في مصر نقطع حدوم بعض في مصر ما عنديش مشكلة خالص ما عنديش ازمات ما عنديش اي حاج خالص تبقى اهلاوي تبقى زملكاوي اهزر معك شوية تهزر معك شوية اجي عليك سنة تيجي عليها سنة احنا هنا في مصر لكن احنا مصريين قبل ما نكون اهلاوية او زملكاوية اللي حصل في احدى القنوات التونسية مع رئيس نادي الزمالك النهاردة عيب 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 كبير جدا جدا احنا نكسب بطولة هم يكسبوا بطولة الزمالك احنا نكسب ماتش الزمالك يكسب ماتش ما فيش مشكلة ما فيش ازمة نهزر مع بعض سنة نيجي على بعض سنتين ما عندناش مشكلة لكن ييجي اي حاجة خارجية تمس او تبقى فيها تجاوز مع اي حد مصري مرفوض مرفوض تماما تماما حتى لو كانت مع اي حد ما بالك برئيس نادي الزمالك ما بالك بواحد رئيس واحدة من اكبر الفرق على مستوى افريقيا واحد تونسي او واحد في التلفزيون التونسي او احدى القناوات التونسية ما يعبرش على تونس كلها زي ما انا قلت انا متأكل من الشعب المصري او الشعب التونسي ومتأكل من الامن التونسي لكن ده فيها أساءة لنفسه قبل الغيره فيها أساءة كبيرة اللي حصل مع رئيس نادي الزمالك النهاردة او انبارح انا ما شفتهاش غير النهاردة عيب وعيب كبير جدا 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 نادي الزمالك اللي انت بتتكلم على رئيسه ده بالشكل ده احنا يعني نادي الزمالك ده واخد اكبر من اي الاندية تونسية اجمع يعني نادي الزمالك واخد خمس بطولات افريقية يعني 84 و86 و93 و96 و2002 الترجل تونسي واخدها مرتين النجم واخدها مرة والافريقيا واخدها مرة بالنسبة لدوري ابطال افريقيا لا يجوز ولا يليق ابدا انت تتعامل مع رئيس نادي الزمالك بالشكل ده ما ينفعش ابدا هنا داخل مصر ما فيش مشكلة نجي على بعض سنة نجي على بعض سنتين نتكلم مع بعض الردود افعال ما تعجبناش كلام ما يعجبناش تجاوز نرفضه ونعلق عليه بمنتهى القوة لكن تيجي اساءة خارجية بالشكل ده غير مقبولة غير مقبولة اطلاقا يعني فعشان كده الاهل والزمالك هنا يعني مهما كانت ما بينهم وما بين بعض اي شيء لكن في الاخر لا تقبل ولا يجوز ولا يصح ولا يليق ابدا التعامل مع واحد مصري باي صورة من الصور اللي شفناها النهاردة وتحديدا لما يكون رئيس واحدة من اكبر القلاع المصرية بل واحدة من اكبر القلاع الأفريقية يعني انا مش بقول كده عشان حاجة معينة انا اهلاوي صحيح لكن قبل ما يكون اهلاوي انا مصري وعارف كويس جدا 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 ان دي اهانة ووحشة جدا 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 والاهل والزمالك نضحك مع بعض ونهزر مع بعض ويعني فيه اوقات كمان يبقى فيها حاجة لكن الصورة دي هتفضل والصورة دي هتستمر والصورة دي هي اللي موجودة لحد ابدا الظهر والصورة دي هي تجمع ما بين شعب شعب في مصر واحد سواء كان اهلاوي ولا زمالكاوي ولا ايا كانت انتماؤه حتى لو اسمعلاوي او مصراوي او اتحداوي لكن في النهاية اليد على اليد دي لا يمكن تتساب أبدا مع بعض اه يعني هنا في مصر اخد بطولة اخد اتنين اخد عشرة الزمالك ربنا يكرمه ببطولة باتنين بعشرة ما فيش مشكلة خالص لكن بالشكل اللي انا شفته ده وبالطريقة اللي انا شفتها النهاردة دي وسمعتها والتجاوز ده اللي ما يعبرش عن واحد اساسا فاكر نفسه دمه خفيف يعني انت فاكر نفسك دمه خفيف ولطيف يعني لا يا صح لا يا صح لا يا صح مرة تانية وثالثة وعشرة وعشرين لا نقبل أبدا 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 باللي حصل مع رئيس نادي الزمالك وأنا قلت تختلف تتفق لكن داخل مصر هنا داخل مصر هنا الصورة دي هتفضل وهتستمر بإذن الله وفرحت جدا وكانت ساعاتي كبيرة جدا جدا لما شفت ردت فعل جمهير الأهلوية قبل الزمالكوية الأهلوية قبل الزمالكوية بنختلف كتير جدا مقبلش أبدا 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 وشكلها وحش جدا 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 أي تجاوز وأيهانا وخصوصا لما تبقى مع واحد من أكبر القلعة المصرية اللي هو نادي الزمالك ورئيسها كمان لكن داخل مصر هنا احنا بنعمل اللي احنا بنا وبنبعض الحاجة التانية ساعدت كمان بردود الفعل الأهلوية قبل الزمالكوية حتى الزمالكوية بدأوا يرجعوا كمان يعني في الموضوع اللي احنا طرحناه هنا من شهرين ثلاثة وبدأت الكومنتات أو بدأت الناس تكتب حتى على صفحتها حاجات أسعدتني جدا وواحد منزل صورته بتشيرت الزمالك لكن كاتب كده كاتب أفريقيا يا أهلي كاتب أفريقيا يا أهلي روح حلوة وجميلة ولطيفة وزي الفل لك كل الشكر والتقدير لابس التشيرت لكن بيكتب حاجة جميلة جدا اللي بعده كمان يعني واحد كمان كاتب معيني زمالكاوي متعصب ومش عايز الأهلي يكسب بطولة بس لأول مرة مش عايز الأهلي يخسر من التراجي ويكسب وعايزوا يكسب البطولة كل ده كلام جميل رائع جدا فيه وقت من الأوقات لأ لما هيستدعي الأمر ان احنا نكون واحد هنبقى واحد لما هيستدعي الأمر لما هيستدعي الأمر ان احنا هنبقى واحد هنبقى واحد مش بقول كده ان العمل ده يعني بيعبر عن شعب تونس شعب تونس فوق رأسنا من فوق وأنا متأكد أن الجماهير التونسية وخصوصاً اللي هتبع موجودة في المدرجات هتقابل أن أرد الأهلي أحسن استقبال قازر وسند وشجع زي ما أنت عايز ما فيش مشكلة خالص يعني خالص لكن كل الشعب التونسي على رأسنا من فوق لكن اللي حصل النهاردة ده اللي حصل النهاردة لا يليق أبداً 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 التعامل مع أي حد مصري بشكل عام وتحديداً لما يكون واحد بيمثل قلعة كبيرة جداً في مصر هي قلعة نادي الزمالك أوكي ده الجزء الأول معلش يعني كان خديتنا حماسة شوية لأنه هو كان الموضوع فعلاً يعني مش مش لطيف خالص يعني أوكي